أهلا بكم في الحلقة التامنة من البودكاست بتاعنا إيه العلاقة النهاردة هنتكلم عن الفلوس أحدا من الحاجات اللي بتعمل مشاكل كتير جدا في العلاقات بالذات العلاقات الزوجية هنتكلم الفلوس كانت بتأثر إزاي في حياتنا إيه الاختيارات وإيه الـ اللي اتطارينا نحن نعملها قبل ما نتجوز بعد ما نتجوزنا عشان نقدر أن نحن نوصل لبر الأمان في موضوع الفلوس حاجة من الحاجات اللي كنت درستها كانت فاينانشل ثيرابي وكان جزء منه فاينانشل لترسي يعني بيعلم حاجات عن الفلوس عمتا وجزء تاني كان لترسي ثيرابي بس للفلوس السبب أن أنا كنت أصلا دورت على الفاينانشل ثيرابي كان أنه عمر طبعا أنت ذكرت فلوس أكتر بكثير مني يعني أنت ذكرت كنوميكس بحكم يعني درسي وشغلي بالضبط قبل الحاجات التانية بالضبط فكان عندك لترسي أكتر شوية مني بس معي كنت وصلت المرحلة في شغلي أوكي عندي بيزنس كان في وقتها بقيله 8 سنين وكل حاجة وكنت عايز أخد سنة أو سنتين أف ولحظت أن أنا ما كانش عندي أي فكرة طيب لو أنا عايز أخد أجازة من الشغل سنة أو سنتين البزنس بتاعي يعني يقدر يدفع لي فلوس قد إيه في الشهر أو أنا عندي فلوس قد إيه أن أنا حتى عين حد تاني بدالي وكان الحتة دي صعبة بالنسبة لي وده اللي خلاني أن أنا أدور على الموضوع ده خلينا نبدأ بسئلة اللي خلاكي ذي أنا عارف الإجابة دلوقتي بس تخلي كورس فينانشل تيرابي مش كورس فينانس في المطلق كنت حاسة أن أنا كان فيه يمكن صراع أو ستراجل ما بيني وما بين فكرة الفلوس أنه مثلا I prefer not to know أنا بصرف قد إيه بس كنت عندي إحساس كده تقريبا أنا بصرف قد إيه أنه I always have a fear of not making my own money ودي كانت حاجة واضحة قوي قوي بالنسبة لي يعني أنا عارفة موضوع ده من الزمان أن أنا بحب حتى لو فيه ناس في حياتي that want to support me financially بحب يعرف أنه لا تمام يا جماعة أنا ممكن صرف على نفسي from A to Z nice to have you around بس مش محتاجاك فكت حاسة أن كنت محتاجة أكتر بس من financial literacy أو أن أنا تعلم حاجات financial كنت حاسة أن أنا كنت محتاجة برضو شوية emotional support في الموضوع ده it really hit home فذا قلت لا محتاجين بقى نحن نخش بقى في الموضوع ده ونشوف الدنيا جواها إيه أوكي يعني كل حد ما فيش حاجة اسمها علاقة الإنسان مع الفلوس بس فيه بتتغير من كل واحد للتاني لأن يعني علاقتك مع الفلوس مختلف قوي عن علاقتي مع الفلوس صح وهل فيه في الآخر خالص العلاقة الأمثل للإنسان مع الفلوس ولا يمكن يكون فيه أشكال مختلفة لها إلى حد ما يعني إلى حد ما يعني علاقة مثالية للواحد أنها تكون مع الفلوس بس كل حد عنده حاجة بنسميها money story يعني المسجز اللي هو تعلمها growing up عن الفلوس سلوب مثلا التصرف الفلوس في الناس اللي حواليه ومعاه يعني مثلا هل أنت كنت بتاخد مصروف ولا هل أنت كنت تروح تسأل على الفلوس بس لما تسأل على حاجات معينة أوكي ولما تسأل على حاجات تانية تلاقي نفسك تشتمت وقالك هزقوك يعني دي كلها بتبقى experiences بنمر بيها وده بيخلق لنا حاجة اسمها money stories وده بيكريت علاقتنا مع الفلوس I think إن هي it's super interesting وبتهيلي بالزيت يعني super interesting للإنفيديوالز عمبتا إن هما يعرفوا إيه المoney stories بتاعتهم بس very important في العلاقات لإن actually إحصائية survey عملوه في أمريكا confirmed إنه money is either number one or number two in all divorces يدا يدا بتبقى يدا يدا بس أفتكر برضو قصة الراجل مع الفلوس والستة مع الفلوس مختلفة ممكن إن هي في حاجات كامل ما بينها إن أعتقد اللي اتنين متعلقين شوية بالحرية أنا كراجل مثلا في المجتمع بتاعنا ففي حاجات مشروطة علي إن أنا لازم أشتغل شغلانات معينة أو بجدية معينة بحيث إن أنا أدخل يعني على حسب مثلا مثلا وضعي في المجتمع مثلا إن أنا حجيب شقة مثلا بعد قد كده حكون مثلا واخد شغلانة بتجيب بتدخل قد كده كل الكلام ده فده بيعتبر نوع من الحاجة بتقيد الإنسان إن أنا دلوقتي مش عارف ممكن أكون أعود أشتغل حاجة تانية بس عارف إن الحاجة دي مش هتدخل مش واضح قوي إنها هتدخل الفلوس اللي هي المتوقعة دي ممكن تدخل أكتر بس أعتقد أن أخد ريسك والمجتمع مش قابل إنها ناخد الريسك ده وأهلي مش قابلين إنها ناخد الريسك ده بالنسبة للست موضوع مختلف شوية بس قريب من ناحية إن لو ست ما عملتش فلوسها في طول الوقت في أي علاقة أي إن كانت علاقتها مع أهلها أو علاقتها مع جزها بعد كده هتفضل دايما تابعة لحد تاني هي دي الحاجة اللي أنا كنت لحظته بسرعة قوي عامة ما كانش فيه ستات بتشتغل فاعلتي ولحظت very quickly الباترن بتاعه this is the person who has the money فلازم هما to kind of bend and shape shift وكل ده علشان يعني ياخدوا approval فاهم قصدي وطبعا كل واحد عنده أولويات مختلفة في الفلوس فممكن حد يكون مثلا أنا عايز أخد فلوس أروح كوفير مثلا أو أعمل أشتري هدوم أو أيا كان بس مثلا للشخص الثاني لأ لو أدوية ماشي لو عايزة بقى تقصي شارك لأ أو لو عايزة يعني فاهم أصلي بيكون كل واحد ليه أولويات مختلفة في الفلوس فبالتالي لما حد بيكون دايما هو اللي بيدي الشخص الثاني فلوس أعمل زي علاقة يعني أب وبنته وأب وابنه يعني مش علاقة فيها مساواة بالضبط وإتتايز like that forever يعني أنا عايشت مع جدي وجدتي معظم حياتي مع مامتي لما بابايا توفى وأنا صغيرة فبالتالي علاقة الأب مع بنته دي كملت يعني كملت well into her 30s her 40s فاهم قصدي فكان شوية an odd situation بس هي يعني كاتت تجوزت وطلقت وبعد كده جوزها توفى وي 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 وبرضو كانت مش صاحبة قرارها at the end of the day فاهمني مش معناها أن الشخص الثاني مثلا بيكون مثلا أناني أو مش حابب يدست اللي قدامه أو 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 بس دي بتكون حاجة ناتشل اللي بتحصل فاهم أنه أي حد أيا كان طيب أيا كان نفسه أحلى حاجة للي قدامه لما حد بيجي يطلب منه فلوس لو على اقتناع هيتديله فلوس لو مش على اقتناع مش هيتديله فلوس فيمكن أنا very quickly يعني observing the people around me و listening برضو لناس تانية بتحكيلي قصصها لحظت very quickly انه okay meant بصي يعني if someone else is paying for your life you don't get to make your decisions in life بس انتي لحظتي ده مثلا امتاين عندي كم سنة لحظتي فجأة ولا ده كانت حاجة لا كنت واحدة بواحدة بواحدة يمكن ال defining moment اللي أنا فهمت الموضوع قوي قوي فيه كان لما تخرجت من المدرسة و كنت دخلة جمع عشان دي كانت تكون أول مرة أن أنا المسؤولة عن يعني هيجيلي فلوس معينة و عارفة بزبط هيبتيج منين وأنا المسؤولة عن distribution بتاحها لإني سفرت برا فكنت عايشة الوحدي ولكن الأول ممتي هي لكت انشارج بالدستربيوشن بتاع الفلوس على مدار الشهر بابايا توفى و أنا عندي تسنة تمن سنين فكنت اوار قوي اف مواضيع الورث من وانا صغيرة جدا كنت اوار قوي اف ازاي الورث ممكن يخلق مشاكل و ازاي و ازاي ان دي حاجة مهمة لان انا وملك أطفال ملك أختي أطفال صغيرين فطبعا ممتك بتحاول تحمينا as much as she could and she did great she did really great with that هي بكيتش بتقولي حاجة بس أنا كنت بلا مع أكر الصراح بالضبط كنت باسمع كنت باسمع الباتلز وباسمع ايه هي she was fighting for it و اتشي هي ضحت her freedom and had us supported by my grandpa علشان تعرف to protect الورث which is why we still have that today فاهمني يعني الريلاشنشف between money and freedom became very apparent لي بحكم الـ environment اللي أنا كنت فيه growing up ويعني needless to say that freedom is very important for me فبتهيالي حتى داللي خلاني ان انا يعني من اول لما كان عندي خلاص اتخرقت عشرين سنة بدأت اشتغل على طول with one goal in mind you want to reach a point where you can pay for your life فاهمني وحتى في حتى في في الهتة دي انا فاكرة كان كان اول شغلانا روحة كت في شركة وكده وبعدين باسيكلي يعني جربوني كده لمدة شهر عجبتوهم وبتاع وبعد كده قالوا لي وكده نكتب دولي معانا وكده بدوني والوفر بجد ما كان بيكوفر حتى الباركينج اللي انا كنت بدفعه للعربية عشان اركنها تحت فبعد كده قلت لهم جماعة انا بدفع اكتر في الباركينج مصدي فبعد كده قالوا لي لا بس هنا بقى انتي بريستيج وبتاع فحسيت اللي هو لا مش فهمة ليه يعني عشان يعني يعني فحلو انت تشتغلي شغلانا كده بريستيج وبتاعه بصي هتقبلي ممثلين واتقبلي انا مالي يعني قبله ما قبله امش يعني قده انت بداي انا بشتغل عش عايز عمي فلوس فهم قصدي وبتهالي ان انا لو ما كنتش بنت غالبا ما كانش الرد هيكون بالشكل ده فهم قصدي انه الاجتماع كان يعني بصني تعلي اشتغلي معنا وبصي بريستيج وخلي اهلك يكمل ويصرف عليك عادي يعني يعني علاقتنا مع الفلوس مختلفة شوية السهل قوي بالنسبالي ان انا اصرف يعني حتى لو عندي فلوس قليلا ممكن اصرف بسهولة قوي و ازي ما يكون عندي الاحساس ان الفلوس زي طاقة بتروح وبتيجي و لما بصرف دايما بصرف على الحاجات اللي بتبسطني يعني اصرف على الصفر اصرف على تجربة معينة ممكن اشتري حاجات بس 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 وممكن لما بيجي لي فلوس فجأة مثلا لو حدا في ال سيركل بتاعي محتاج فلوس اديله معرفش ايه كلام منده قوي لقيت نفسي في الحياة يعني البانك اكاونت تقريبا قريب من السفر وساعاتي طبعا بيجي لي انجزايتي بالموضوع بس في الاغلب بكون مستريح دائما عندي زي ما يكون عندي يقين ان في حاجة حتيجي يعني ربنا هيسهلها بشكل او باخر صح و وانا مش صغير يعني الموضوع مش كده يعني فقررت انا اصغ في الدنيا الدنيا مكملة لفترة طويلة او انا مثلا انا مش متجوز او خلاص انا عندي الطريقة بتاعتي مع الفلوس فمفيش اي حد تاني متأثر بيها يعني لكن لما واحد بيتجوز بتبقى مختلفة شوية لانا عايشين مع بعض وانت شايف انا بتعامل مع الفلوس ازاي وانت طريقة التعامل لل الفلوس مختلفة خالص بحكم برضو القصص اللي انت حكيتي عليها وكلام من ده فده ممكن انا عارف يعني انه سبب انا كنت دايما بستغرب يعني عمر ما عليش بقى هقول كم حاجة بالبلد مثلا ممكن نكون احنا الاثنين مع بعض ده وانت صاحبين احنا نكون مع بعض وبتاع وانت بسلف عمر فلوس كده اقول ايه هابل ده هو اكبر مني بكتير وبيعمل فلوس اكتر مني بكتير وانا اللي في السيتيواشن ان انا اللي بسلف فكنت بحيس اللي هو ينهر ابيض انا هتجوز عمر وفي يوم هصح الصبح ويقول بصي منت احنا ما لدينا فلوس للاجار وكده بس تمام هنروح نجيب تنت وهلاقي نفس عايشة في تنت في جنينة مامتي مثلا فلو الموضوع ده كان كان بيخوفني ولاقي ويجدت ان انا ممكن انهار ممكن يجرالي حاجة فالموضوع ده كان بيجنني بيجنني وبعد كده يعني كما انت بتقول كنت بتكون ريلاكس ان انا كنت بحس ان هو مامتي ويعمل اي فاهم قصدي ودنيا كان بتمشي وكل حاجة كنت دائما عندي خوف دائما عندي خوف دائما بقول يا ربي مثلا خبّلنا احنا طيب فلوس مثلا شوية علشان لو اليوم حصل ان احنا صحينا الصبح وعمر قال لي معايش فلوس ولقيت نفسي عايش في تنت وقال عندي دول حوشتهم لك وفتاع بقى ديبير فيه كام حاجة بجد يعني ساعدتنا قوي مبدئيا انه لما أنا وعمر ابتدينا العلاقة ان احكي له حاجات يعني هو بالذات كان دايما بيسألني ليه بتشتغلي شغل المعين ده يعني عمر مش بيشتغل حاجات بس عشان تدخله فلوس معاي بس كان في حاجات that I would do for the business to survive وانت يست to always question me for life purpose بتاعي دايما بت bring up موضوع اللي هو الفلوس عمتا بتهايلي this was how الconversations معانا started it was very quick to say يعني هو لما سألني منت انت لأي فتحتي بول فت وبتاع لتلو عمر I love بول I love how انه on a daily basis بيغير المود بتاع الناس وبيساعد هم بالself image بلا بلا وبرضو I wanted to work really hard ان انا مسلا اكون مع حد وهو بقى يصرف علي وبعد كده ممكن مسلا اكون مش مبسوطة قدام في العلاقة وحس ان انا خلاص في situation ده ولازم ارضى بيه وبتاع كنت قلت لك الموضوع ده من الاول خالص فكنت وعي قوي قوي منه وبتالي دي كانت حاجة مهمة عشان كنت عايزك تكون عارف ان انا دايما هكون عايزة ان انا كون بشتغل ويكون عندي ال خلاص بتاعي الحاجة اللي حصلت لما ابتديت اعمل الكورس بتاع الفينانشل ثيرابي كان انه سألني اسئلة عمري ما كنت فكرت فيها قبل كده زي مثلا ايه الحاجات الاهل كانوا عامة بيقول هالك وان انت مثلا كان عندك مثلا مصروف بتخديه كل اسبوع ولا كنت لازم انت تروحي واتطلبي بحاجة معينة والحاجة دي لو هما مكتنعين بيها يدوكي فلوس او لا اخلاص هل كان فيه زي معينة اللي هو دي الحاجات اللي اوكي ودي الحاجات اللي مش اوكي ولا هل ده كان بيتغير ف لما ابتديت ابوص على الحاجات دي وبوص على الماسيجز دي ابتديت افهم ان انا كان عندي مع الفلوس فيها لانه فعلا واحد ممكن يكون معي فلوس يوم واليوم اللي بعد صح لما اتعلمت ده لانه فيه ماني ديفرين تايبز اف بروفايل لعلاقات الناس مع الفلوس هم سبعة وبعدين قريت بروفايل تاني قلت يا نهربيض ده عمر بعد كده قريت الفيدباك على البروفايل بيقول اه دي احسن طريعا الواحد يكون كذا قلت يا نهربيض يعني هو ده علاقته احسن بالفلوس عني بالعكس لانه كنت بقرأ ده بقول يعني صراحة عمر هكون صريحة معاك لما كنت بعمل الكورس ده I was like I'm fine شاء الله بقى الكورس ده يديني حاجة بقى اي اروح ساعد عمر بقى في I learned ان your relationship with money was much healthier than my relationship with money and you really believed in it's gonna come and it's gonna go وان ان فعلا كنت بتصرف في حاجات بتبستك وانا معايا كنت بحس اللي هو لازم بجد اقنع نفسي تبديم استهلة طب عملها وبعد كده مثلا اه طب خلاص اوكي هعملها اروح الرحلة دي وهصرف فيها بعد كده روح الرحلة دي وانبست قوي فيها واصرف فلوس في الرحلة دي وارجع من الرحلة وحس اللي هو صرفت كتير قوي قوي من ليه صرفت كل الفلوس دي ليه عملت كده so I think انحنا in our society عم مثلا بزيت بكابتاليزم بكل حاجة دلوقتي we always feel انحنا we need to earn spending money one of the biggest values I have for money and one of the biggest things that I actually want to make money to be able to travel and enjoy and see things different and I'll come back and it creates so much inspiration for me and it makes me super refreshed for my job but I feel why is it that I'm always coming back with this guilt with this guilt for me I know that I always start with things that I feel that she that I feel to add something that she is part of a different single but it's a difficult to me that I'm to try on my as we as often as often as often as often if I need to make a massage just maybe I can taper and as often as often as often I need to اصرف شوية زيادة مثلا واخد اصفر مثلا درجة اعلى شوية في حيث ان اعرف اوصل وفعلا اعرف ان اشتغل يعني دايما حاجة على نفسي في حاجات عشان لهو مش يعني مش حسنا استحق ان انا يعني مش بقالاو نفسي ان انا عملت الحاجات دي بس في حاجات عمتا يعني بالنسبة لي اي سهل ان اصرف فيها وحاجات انت برضو بالنسبة لي بتبقى سهل ان تصرفي فيها وده بتيجي حتة اللي هي الماني فاليوز واعتقد ده جزء من الكورس اللي انت عملت لي والفينانشل ثيرابي حاكتك لبنا فيها بدري اوي في العلاقة ومتهيالي هي بت امباكت بس مش العلاقة بتاعتنا بس او علاقة تيلا في القصة كلها بس متهيالي لو الماني فاليوز بتاعت اتنين او يعني القيم بتاعت الناس في الصرف والفلوس وكلام منده مختلفة متهيالي دي ممكن تبقى صعبة جدا يعني او طبعا في حاجات مختلفة بس المختلفة تماما هتبقى صعبة قوي فاعزت تشرحي الاكسرسايز ده عمل ازاي وطلعنا منه بايه حابة اشرح الاكسرسايز ده عمل ازاي وبعد كده كمان عايزة ان انا اتكلم على قبل ما يكون فيه اصلا الكمفر ما بيني وما بينك ان احنا نكون في مرحلة وفي علاقتنا that we could talk about money how we maneuvered that because i think there was some sneaky cheeky things that we did احنا اللي اتنين so قبل ما نتجوز بجد كان يومين قبل كتب الكتاب عمر انا قلتلك احنا لازم نعمل الماني فاليوز قبل ما نتجوز بجد مش هزار واحنا خلاص كتب كتبنا كمان كم يوم قاعد لازم نعملهم دلوقتي حالا ماشي اوكي يا منت فقعدنا وعمر طلع اللابتوب بتاعه وبعد كده بعديها الاول كتبنا كل الماني فاليوز بتاعتي فايه الحاجات اللي انا بحب اصرف فيها او مهمة بالنسبة لي انا كمنت ان انا اصرف فيها مثلا حطيت حاجات زي مثلا سحتي حطيت حاجات مثلا زي 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 مثلا الاكل يعني فيه حاجات معينة كتبتها هناك وفيه حاجات تفهى قوي مش هقولها على الهوى كتبتها هناك برضو بس دي حاجات مهمة ليا انا وبعد كده بعديها عمر عمل نفس الحاجة كتب كل الحاجات اللي هي بالنسبة له مهمة جدا واللي هي بالنسبة له يعني اولوية في صرف الفلوس وبعد كده بعديها عملنا واحدة لينا احنا ككابل ايه الحاجات اللي مشتركة ما بيننا او ايه الحاجات اللي هي اللي هي علاقة بينا احنا اللي اتنين او احنا كعيلة حتى من ضمنهم مثلا حاجة كانت مختلفة شوية بتهالي اكبر حاجة حركة حياتنا في الموضوع ده كان ان احنا قلنا ان احنا مش عايزين ان احنا نعيش في المدينة فبالتالي مش عايزين ان احنا نتشد في الرجلين في قصة كل الكوبلز اللي هي بتضطر ان هي تشتري بيت في المدينة قلنا احنا one of our money values is to buy a beach home يعني انه primary home بتاعنا مش secondary بس primary home بتاعنا يكون على البحر ودي حاجة كتبناها consciously قوي حركت حاجات كتيرة قوي في اسلوب حياتنا يعني مسلا ساعت مسلا نكون قاعدين في حتة وبعد كده نشوف اه ايه ده كله مش عارف فين هناك شو دوي وبعد كده نفتكر المني values ونقول لا احنا بالنسبة لنا دي في المني values بتاعتنا فلا احنا ده مش هنمشي ورا كل حد ونعمل نفس الحاجة دايهم عشان احنا فاكرة يا منت تكلمنا على كذا كذا وعايزين نعيش بالشكل كذا كذا بالنسبة لنا مثلا عارفين ان احنا لا ممكن نيجي على حاجات تانية بس مش هنيجي مثلا على الـ education بتاع تيلا دي حاجة اولوية حاجة تانية مثلا هي eating good food دي حاجة تانية كنا كتبناها كمان ان احنا ناكل good healthy food فمثلا الواحد ممكن يحس عشان اكتر حاجة الواحد بيصرف فيها مثلا السوبر ماركت فممكن يحس لا انا عايز اروح سوبر ماركت تاني ومسلا اوفر مثلا كذا جنيه يعني حاجة معينة بس بالنسبة لنا عشان دي في الفاميلي فاليوز بتاعتنا لا we would rather spend and pay for really good food and be able نحنا ناكل في البيت الاكل اللي احنا عايزينه عن مثلا نحنا نشتري حاجة معينة او كذا او كذا ده اثر جدا في تيلا لانه برضو كان فيه section برضو بالنسبة لنا برضو ان احنا ايه اللي احنا مش هنصرف فيه برضو مش هنصرف حاجة يكون فيها مثلا يعني حاجة wasteful مثلا او حاجة over the top يعني مش هروح مثلا ناكل في مطعم احنا شايفين ان يعني هازين نروح ناكل في حاجة والاكل فيها حلو حاجة زي كده we can do it as an experience مرة او كده بس لازم يكون الاكل فيها حلو ال experience نفسه حلو مش اللي هو ده مكان عشان نسبة تشافي انها موجودة فده بيدي impression اي حاجة حتى بالنسبة لاختيارات الاماكن اللي احنا هنروح فيها مثلا اجازة او لما كنا نقول احنا اوكي لو اول مكان هنشتري كيكون يعني البيت لنا ال primary home ده هنروح في جنب البحر فلو بنقول حتى جواب مصر ففيه اختيارات مختلفة في حاجات احفجرنا عزيني نبقى في community بسيطة شوية او الحياة فيها طبيعية شوية اكتر من مكان ممكن يكون show office شوية او مكان يعني عنده يعني طاقة مختلفة الحاجات دي مهمة متهائلة ان هي يعني لو الناس اتفقت عليها او لو الكابل اتفق عليها يبقى كده هم اتفقوا على نسبة كبيرة قوي من كل القرارات وبتبقى الحاجات دي موجودة لان حاجات كتير قوي في الحياة مرتبطة بالصرف يعني مهما كانت بتحتاج ان هو الناس هتصرف ولو الناس مختلفة عن على حتة اللي هو يعني لأ ما نصرفش في دي او ما نصرفش في دي قوي او كلام من ده هيحصل هيحصل كلاش طيلة اول ست سنين يعني ما تربطش معايا فكان عندها موني فاليوز مختلفة وانا كنت شايفة الموني فاليوز دي مش نفس الموني فاليوز اللي حتى انا ومروة كنا متكلمين فيها هيكت بتعودة عشان كانت عايشة وقتها مع جدتها وخاليتها وكلام من ده وكانت من حبهم لها عايزين دايما يجيبولها ليا عزايا ويتدلعها بالشكل ده وكلام من ده فده خلق تحدي معين فازاي ان احنا نوصل لها فكرة ان ان هي ما تقدرش ان هي تجيب حاجة معينة بس مش مجرد اللي هو لا مش هينفق ان نجيب ده دلوقتي لان هي تتشرح بشكل تقدر تستوعبه ويقصر على الطريقة اللي هي بتشوف بيها الحياة انت ممكن تحكي اصلا عملنا ده ازاي هذا مثال بسيط لما بنروح معيها مثلا محل بتاع العب اطفال بعدين تختار حاجة معينة مش في البوجت او في الفاليوز بتاعتنا من ناحية فاول حاجة كنا بنعملها كنا بنشرح لها سيلا عارفة مثلا بيت الباربي ده اكويفلنت لي كزا سفرية مثلا للمكان الفلاني او اكويفلنت لي حاجة تانية يعني بنديها حاجة تانية موجودة في حياتنا عشان تفهم قيمة الفلوس دي اصلا عمتا ايه لان مع الاطفال بيكون صعب جدا جدا بالنسبة لهم ان هما يتخيلوا ويفهموا الفلوس دي قيمتها عملة قد ايه فمثلا ممكن نقول لها مثلا دي مثلا نفس قيمة الموتوسيكل دي مثلا نفس قيمة مثلا ويكند كله في المكان الفلاني فنقول لها مثلا ده ابتدى ان هو يسهل لها ان هي تفهم انه اه the price of this is across كذا وبعدين بدل لما نقول لها معناش فلوس ان احنا نشتري الحاجة المعينة دي في لأ احنا معانا فلوس ان احنا نشتري الحاجة المعينة دي بس دي مش part of our family values دي مش اولوية في how we spend we spend in other things which are 1 2 3 more than here in a toy فذيرفور this is your budget to buy something today because this is what we feel is a priority or is reasonable for buying toys today فده ابتدى ان هو يعلمها واحدة بواحدة يعني عمري ما هانسك قصة دي قصة دي بدا حكني جامد قوي قوي يوم كنت نازلة يوم الجمعة ورايح اشتغل وده كان في الاول خالص في اول كام شهر يعني لما تيلكت معينا فبعد كده جت لي وبيكالي منت ا 1956 بس انت شتهلي وقتالي تلينه الجمعة قالت لها تضيلا عشان محتاجه عمل فلوس عشان اعرف يكون مانزين في العربية عشان اعرف ان انا اصلح العربية عشان اعرف ان اindustري لك كذا واعمل كذا واعمل كذا واجيب لنفسي كذا بعد كده اقولني samhير malfunction سترORTER animاتي لك ببنك وانترbürي فلوس من هناك وخلاص عايدي قالت لها تضيل��면 الطيلم burnout انه MAYBE bal Reading ev per nouvelle أنا اللي بحط الفلوس في البنك دي أنا اللي بحوشها هناك زي البيجي بانك بتاعك وبعد كده بعضيها روحت جبت لها بيجي بانك بقى كده قلت لي طيب طيب اوكي تاني يوم كنا خارجين انا وتيلا مع مدربة اجنبية جاية من البرازيل قاعدة معينا فترة سيارة قوي وماشية فتيلا جات لي بتقول لي منت انا عايزة ايس كويم قلت لها اوكي ثانية واحدة فبالف وبفتح شنطتي عشان اطلع الفلوس والمدربة اللي هي جاية تمرن في بولفت من برازيلة قلت لها طب اهو يا تيلا خدي فلوس وانا بدي تيلا برضو فلوس في نفس الوقت فهي كده تيلا بنتبصالي قلت لي نو مينوز يو كيب يور ماني بتاخد فلوس من بنته ماشية فلاحست لهو اوكي مش ده اللي انا كنت عايزة اوصل له يعني احنا اتعلمنا حاجة واسه مش هو ده اللي انا كنت عايزة اوصل له فهي تريد انه يتعلمنا حاجة الانفرميش وانا بدي افهم 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 وانا بردارات الوحيدة 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 او مثلا المكان اللي بنقعد فيه هل يعني بيبقى عامل ازاي مثلا احنا كنا بنقسم حاجات ما بين انا فاكرة مثلا اول مرة سافرنا مع بعض كنت انت لعمل البرانين بتاع السافرية وانا بردارات الوحيدة وانا بردارات الوحيدة وانا بردارات الوحيدة وانا بارات الوحيدة و sex suggested دا ان كان من غير طبعا ما بحنا نكلم مع بعض لكني اعتقدت كنا podemosM&ع بعض وانا بحكرة يعني وانا Mukаков mitt وانا تلاسر جيدا إن موطة że وانا بحكرة وانا أرشأ lightning وحكرة حتوان pil Jagiot هذا مجموعة هذا كان قبل أن نكون موضوع أن نتحدث عن الفلوس لكنه كانت طريقة تستخدمنا مثلا الأماكن التي نختارها لما نختارها على ديت الأماكن التي نختارها أول كام ديت رحناها لن أتمنى أن نذهب إلى مكان مجرد جدا وليس ما أريد ونختار المكان مع بعض وده كان يورينا برضو يعني where our money values are نحن 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 نستطيع أن يستطيع أن يخرج ويومًا جدًا ولوجد واحد وفن ديش نحن نذهب في الصحراء ممكن تكون مش نساس لي أغلى المغرب لكنه قد يكون شيء ما نحاوله أخرى كانت أنه كنا نحكي لبعض ما هي الـ ideal life لنا اتكلمنا كذا مرة على الـ ideal lifestyle يعني بتهالي أنت لو كنت قلت لي مثلا اه أنا عايز بقي يكون عندي أخت ومش عارف ايه وبتاعك كنت اقول لا انا شايفة حياة مختلفة شوية فهم عاصدي أو العكس أو يعني لو أنا قلت اه أنا عايز أسافر وعد أعمل شاوبينج وبتاعك أنا هيكون برضو احنا كنا هنلاحظ أن الماني فاليوز بتاعتنا مختلفة شوية لكن بالنسبة لي أهم حاجة هو أن الشخص اللي قدامي ما يكونش بيساوي ما بين أنا أو احنا عندنا فلوس دي دلوقتي ونقدر نصل في دي ايه بنجاح العلاقة أو درجة الانبساطة اللي حالانبسطة أو كلام من ده فطبعا بيالواحد عاوز إن هو ما يكون فيه حد معاه زي شريكه في الحياة عاوزي بعارف إن هو لو حصل يعني فيه تحديات معاينة حصلت واتطرين مثلا إحنا أوكي حنطر مثلا إن إحنا نقال للصرف شوية ننقل في مكان أصغر نامي معرفش ايه فيه استعداد إن إحنا هنعمل ده عشان استمرار الحياة وكلام من ده وحناخدها وحنعرف إن إحنا نطلع من التجربة دي حاجات حلوة يعني مش هتبقى اللي هو عم نعمل ده وإحنا متقدرين وكده ممكن إن إحنا عادي نبقى مارنين ونقدر نعمل ده ولما الدنيا تفتح تاني نصرف تاني وكلام من ده فهي من ناحيتين يعني واحدة مش لو مثلا ربنا فتح علينا مثلا وفاجأ بقى معنا مثلا فلوس كيلة جدا مش معنى ده إن إحنا فجأة حنو بحنعيش بقى حياة بقى فيها بازخ ومش عارفيه كلام من ده دي مش حاجة يكون أنا حبيبها ولو الدنيا يعني داقت قوي بينا فإحنا هنقدر إن إحنا يعني نديق معاها وبعد كده نتعايش وكلام من ده ده متالي التوافق في ده متالي مريح جدا لأن غير كده بتبقى الموضوع صعب أو ينفيش أي حد متالي يعاوز يحس إنه هو مأثر عشان يعني نتيجة المواقف هو محدود فيه أو فرص مثلا مش جياله أو أيا كان أنا عارف إن أنا بالنسبة لي مسؤوليتي مثلا على نفسي أنا يعني نفكر فيها في العلاقة فأكد أنا مثلا في مسؤوليتي إن أنا يعني هتفع مثلا الإيجار هصرف على البيت هاخد النسبة الأكبر مثلا من لما نروح مثلا أجازات حاجات زي كده ولو الدنيا بالنسبة لي كل حاجة ماشية تمام وكلام من ده هعمل ده وممكن أوفر حتى إن أنا أعمل أكتر من ده وكلام من ده بس لازم أكون عندي برضو القدرة مثلا إن أنا لو مثلا هنسفر سفرية زيادة أو في حاجة تغيرت أو كلام من ده أقدر أقول بصوا إحنا هنسفر السفرية الجاية دي يبقى مثلا تود بي نايس مثلا لو لو أنت مثلا تهكزي الطيران بتاعك مثلا ونزبط الدنيا بطريقة دي فأعتقد بالنسبة لي فكرة إن هو الشخص اللي قدامك عنده يعني إن هو ممكن إن هو يكون كريم في سيتيواشن معينة أهم من نفسها بحاول أرشح فكرة إن الكلام عن الفلوس يتعامل بدري شوية وزي كلام عن الفلوس ساعات بيبقى يعني عيب إن احنا نتكلم فيه أو ممكن مثلا الراجل يحس إن احنا نتكلم عن الفلوس ده بيقلل مثلا من قيمته أو حاجة زي كده لازم نتكلم عليها إن ده حيبين للشخص التاني أو الشخص التاني عايز يعيش بشكل عامل زي ومفيش صحة وغلط بس يعني نازم يكون فيه توفق في الحاجات دي فممكن مثلا إحنا في في السيتيواشن بتاعتنا اتفقنا مثلا على إن إحنا مثلا إنت دخلت العلاقة عندك أصول معينة أصد سيئ إن كانت مراسة أو حاجات زي كده وإحنا اتفقنا أي حاجة التي تتكلمها هي تتكلمها وبالنسبة لي مثلا وإن دخلت العلاقة هي تتكلمها ولكن فيه حاجات إحنا هنعيش حياة مع بعض ففيه حاجات هنشتريها مع بعض وممكن يكون برضو ده مرتبط بالوضع المالي بتاع الكابل فمثلا إحنا فيه مثلا فيه بروبرتي إحنا عايزين نشتريها بس ما ينفعش إن أنا مثلا أشتريها الواحدة إن أنا مثلا ما عنديش الإمكانية فممكن نشتري حاجة أقل منها بس إحنا يعني هو ده ده المكان اللي هو حلمنا ناحية إحنا عايزين نعيش فين إحنا ده فإن إحنا الشتب أن نحن الده الله الثاني هو الدفاق بإحنا وصلنا للتفاق اللي هو أكي إحنا عايزين رجيل تكون الواحدة دي تكون appreciتي الإحنا الإتنين بالتناسف ولكن إحنا أنا أدفع هاتفية الربع أو أنت متفاق الربع بس بالنسبة لنا فدي احنا عملناها وعملناها من قبل كده يعني ما عملناهاش وإحنا خلاص بنشتري اللي بتاع عملناها من قبل كده فكنا عارفين فدي يعني دي حاجة مهمة عشان احنا مش بس عارفين حنصرف ازاي عشان نأكوائر الموضوع ده بس عارفين برضو ان في يوم من ايام لو الـ property دي تباعت عارفين بالضبط ان احنا حنقسمها بالنص ودي بحاجة اعتبار حاجة احنا نتنين accepting وكل الكلام ده المتالي دي مهمة قوي وبردو فكرة ان في شراكة معناها ان حيبا فيه يعني ups and downs في العلاقة معناها مثلا ان انا ممكن مثلا اكون في وضع مثلا محتاج سيولة دلوقتي عشان حاجة معينة اي فانز عندي مربوطة في حاجات تانية ومعرفش ايه بدل مثلا من انهم انا كاسر وديعة وخسران فلوس مش عارف ايه عشان انا مثلا كرمتي ما تسمحليش ان انا اطلب منك مثلا انسيولة دلوقتي وبعدين نتفق احنا 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 هتعامل مع دي ازاي ارجح لك امتى مش عارف ايه ممكن اروح لك عادي وده يبقى عادي وانتي برضو بالرغم ان انتي عندك زي ما انتي قلتلي تخاوفات كتيرة قوي علاقة بالفلوس ومش عاوزة يعني في حاجات كتيرة قوي مش عاوزة تطلو بي وعاوزة تعتمدي على نفسك وكده ان انتي يكون عندك الثقة في العلاقة انتي تدريد ان انتي تتكلمي في حاجة زي كده اعطان هالحاجات دي كلها مهمة فانا رايي ان الناس يزم تتكلم عن الفلوس اكتر وابدر بكتير اريد ان اعطان الناس انا اعطان الناس انا عارفة ان بالنسبالي انا او كنت عارفة موضوع ده مهمة قوي ما كنتش عارفة قوي وابدر انات كده اتصلات انا عارفة احنا محتاجين نتكلم عاو الموضوع ده بس هو بجد موضوع بالنسبالي صعب ان انا اتكلم فيه وبيوطرني I want to create this safe space إن احنا نتكلم عالموضوع ده بس إن أنا أقول لك إن أنا عايزة create a safe space وإن الموضوع ده صعب بالنقاش فيه automatically لما احنا تكلمنا في الموضوع كنا مغدينه بالهداوة قوي يعني كنا بنتكلم يمكن بtemperament أهدى شوية من conversation عادية كنا يمكن بنتكلم بspeed أبطأ شوية من conversation عادية مبدئيا number one you need to discuss what lifestyle you want now what lifestyle you want كمان when you're in your 30s when you're in your 40s when you're in your 50s you need to discuss if you expect yourself to continue working forever or if you expect yourself to retire at a certain age في ناس بتكون عايزة تretire وهي 40 في ناس بتكون عايزة تشتريل طيلا ما يكون عندها 70 سنة دي حاجات أساسية جدا الناس تكلم فيها ثالث حاجة لازم تتكلموا في expenses إيه الأولويات إيه المني فاليوز والله إحنا بالنسبة لنا أولوية إن إحنا نصرف في واحد اتنين تلات اربعة ويكون واضح قوي إيه إحنا اللي اتنين مع بعض وإيه اللي كل واحد لوحده وإيه الفلوس إيه مصدر الفلوس اللي الشخص بيكون عنده الحرية إنه هو يبعزقها ويصرفها زي ما هو عايز وإيه مصدر الفلوس اللي لا دا ما ينفعش إن حد يتصرف فيه من غير ما إحنا اللي اتنين نتكلم مع بعض فيه فدي حاجة مهمة تانية جدا جدا إحنا دلوقتي مثلا الشخص دا بيعمل فلوس X والشخص دا بيعمل فلوس Y لو مصدر دخل حد أو التاني تغير what will happen then if we have kids and I can no longer work I know that's something we talked about what will happen then will my responsibility change do you expect it to stay the same yeah yeah طب when we have kids what are we willing to compromise guys kids are expensive إنه العيال بتحتاج فلوس كتيرة جدا 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 فطيب في الحالة دي لو في عيال إيه الحاجات اللي إحنا ما عندناش مشكلة إن إحنا نضحي بيها في حياتنا طب إحنا لما نكون عايزين يكون عندنا عيال عايزين حالتنا بمادية تكون فين إيه الحالة المادية اللي إحنا شايفين إنه هي good enough إن إحنا يكون دلوقتي عندنا الابلتي إن إحنا كمان يكون عندنا عيال I feel like these are basic things حاجة تانية برضو كمان إز تحدده كويس قوي الباوندريز مثلا أنا عارفة إن إحنا مثلا في علاقتنا إحنا what they want to do whereas مثلا في other couples they don't even they don't accept you know إن إحنا في أي kind of financial support from any kind of family أو في other couples والله they want to actually involve their family in their financial agreements it's too layered يعني أنا for example أنا I don't receive financial support from my family بس I'm okay if your family wants to give you any support باش باخدع على كرامتي مثلا إنه زي ومش حالفيه كده يعني it's a relationship between you and them بالضبط with this is also important إنه يكون في المفرد وإنه يكون دسكوست الثانية التي قلتها which I think is interesting هي فكرة إن لو income بتاع الناس تغير لأن ساعات كثيرة قوي واحد بلاقي نفسه مثلا أو واحد بتلاقي نفسها إن هي الحاجة التي بتشتغلها دلوقتي مش هي هي دي الحاجة اللي هي عاوزة تعملها عاوزة تشتغل حاجة جديدة وهو عاوز يشتغل في شركة تانية أو معرفش ايه انت we had a conversation there وقلت لك بس لك okay I'm gonna have to downgrade my life I'm gonna have to like live a little less for a period of X وبعد كده بعد ذي we had a conversation about that and you offered to do maybe a little bit more for a certain period of time لما كنت عايزة أن أذكر sexology you paid for half of my tuition ف ذي كلها حاجات that are changeable وحاجات that needs to be discussed definitely I think these are pointers برضو في حاجات احنا عملناها مختلف شوية احنا اخترنا ويمكن اتكلمنا ده اكتر على الابسود بتاع الانلاز ف اتكلمنا على مثلا احنا اخترنا ان احنا ما نصرف كل فلوسنا وكناش عايزين نحنا نتجوز ونبتدي البنك اكاونت بتاعتنا مجروحة جامد نتجوز وفي اول جوازنا نكون برضو شوية دي حاجة والحاجة التانية انا اعتقد بتاعت العلاقة لازم تكون مع العلاقة احنا نعيش بطريقة بسيطة ومش عارف ايو كبه وبعين في الفرح over the top مبالغ سيء اتكلم 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 في the west and the east that we did was my ring i called you تلك عمر ايو كبه البجت بتاعك for my ring تلك ما عرفش انت اي رأيك i suggested a number تلك اي رأيك في كذا كذا does that work for you تلك او ياشور that works for me تلك طيب اكي that sounds great i'll find the design that fits within that budget تب عمر لو عجبني حاجة that's a little bit more expensive is it okay if I bridge the difference فدن قلتلي يا شور بس الأول قليلي الفرق إيه if it's something I can do I'll do it لو لا اوكي شور you can bridge the difference بعدين في الآخر لقيت حاجة under budget عشان تكونوا عارفين بس بس يا يا وبعدين لو الناس أكدت ده كمسلا نتعلم موضوع مريح جدا وحتى بعمله معاكي في أعياد الميلاد يعني بانتبع عندك أيد ميلاد انت عين دي حاجة تبتعمليها عمتا بس بتيجي تقوليلي أنا عاوزة مثلا الشيء ده أو الشيء ده يعني بتديين مثلا option ممين حاكتين وخلاص أنا بجيبها فده مريح لكل بالضبط وكمان مثلا كان عندنا سنة that was really hard for both of us financially واتفاقنا مع بعض اوكي بوسي السنة دي مش هنجيب like an actual gift and we did that for each other I didn't get a gift that year and you didn't get a gift that year and that was the better choice for our relationship and our financial health في السنة دي بتهيلي حاجة تانية برضو مهمة في العلاقة ان يكون فيه space with flexibility الحدا ما for tweaking certain agreements يعني مثلا احنا we had an agreement ان انا I was responsible for حاجة معينة وبعد كده بعد ذيها قلت لك عمر يعني I want to leave Polfit وبتاع وده غير شوية the way that my money flow or cash flow works you picked me up at one point and then we switched it with something else عامين انه لازم برضو يكون شوية فيه ثلاثة اللي بيبقى صعب لما بيكون فيه expectation من الشخص الاخر وما حدش بيقول حاجة وبعدين بي build up the tension بدل بقى لما يصفرني راح اشتلى متسكل غير طب تمام ماشي عمر ماشي فاهم وبيبتزي the war starts within you before you even say it out loud I really encourage all couples to talk about money I encourage them انه هما يتكلموا في اللايفستايل اللي هما عايزينه مش قدام قوي بس دلوقتي وبعد شوية وبعد شوية لانه ساعات الواحد بيكون متخيل ان اللايفستايل بتاعه هيتغير كل ما هو بيكبر وبعدين مثلا بيوصل سني كده في النص ويحس ايه ده لأ وانا هكمل بقيت حياتي كده وبيقفشوا على بعض and I think that's important too عشان ما في الأول بيبقى كل الناس هزو تبقى على البس بيهيفيور بتاعها بس يعني والأحسن انه هو كل واحد يبقى على طبيعته يقول الحقيقة عشان يبقوا اللي اتين مع بعض على البس بيهيفيور بعد كده نعم نعم انه أستمع ان خصوص تجربوا الواحد لعنه تبقوا ومينة ومينة أخيراً اخترنا اسم البودكاست اسم البودكاست كان لا أستنعي كان ولا حاجة وبقى إيه العلاقة أخيراً اخترنا اسم البودكاست لو تفتكروا احنا عملنا بول على سوشيال ميديا عشان ناخد رأيكم وكان الاختيار الأكبر من جميع الناس إن البودكاست اسمه يكون إيه العلاقة وده اسم كان عاجب برضو موظم التيم فقررنا نحن نمشي به فنهارده أول يوم حنقول الاسم في المقدمة أهلاً بيكم في الحلقة التامنة من البودكاست إيه العلاقة ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع